أدوات العمل تحت الماء في الواقع أن أدوات العمل تحت الماء تختلف عن أدوات العمل فوق الماء فالأثري يقوم بالحفر تحت الماء بأدوات مختلفة فهو لا يحفر في الرمال فهو لا يحفر في قاع الصخري ولكن يقوم بعمل شفط للرمال وشفط للمياه ثم دراسة هذه الطبقات هذه أحدى تقنيات العمل لكن هناك أيضا بعض التقنيات الأخرى نبدأ بخطوات العمل الخطوة الأولى كما قلنا دراسة الموقع المراد والقيام بعمل حفائر بها من الناحية التاريخية ومن الناحية الجغرافية ثم تليها الخطوة الثانية وهي المسح الأثري تحت الماء هذا المسح مختلف تماما عن ما نقوم به فوق الأرض لماذا؟ من اختلاف الطبيعة كما تحدثنا من قبل واختلاف الأجهزة التي نستخدمها فوق الأرض نستطيع أن نقوم بأعمال المسح بأجهزة جيوفيزيقية مثل الجي بي آر أو ما يطلق عليه جهاز الرادار الذي يخترق الأرض هذا الجهاز أيضا نستخدمه ولكن بتقنية أخرى تحت الماء وهناك أيضا فوق تحت الماء نستخدم جهاز المسح الجانبي سايد سكان سونار ونستخدم كذلك جهاز R.O.V العربة المشغلة عن بعد هذه الأدوات نستخدمها وهذه المعدات نستخدمها لأعمال المسح تحت الماء قبل القيام بأعمال الحفائر ثم تلي ذلك بعد أن نتم اختيار الموقع الأثري للعمل به تحت الماء نبدأ في الخطوات التقليدية وهي عمل شبكة من المربعات كما هو واضح في الصورة أمامنا هذه الشبكة يقوم الأثريون الغواصون بالعمل في هذه الشبكة ثم بعد إتمام العمل في الشبكة يتم تصويرها وتوسقها ورسمها ثم يالي ذلك بدء أعمال الحفائر مباشرة بالحفر باستخدام الأجهزة التي تحدثنا عنها ومنها ما يطلق عليه الووتر دراج أو جهاز شفط الماء وشفط الرمال هذا الجهاز نستخدمه لشفط الرمال وهو مزود بمصفاء في الجانب الآخر نستطيع منها تصفية الرمال للحصول على القطع الأثرية الدقيقة حتى لا تضيع مثل العملات والحلي وغيرها يلي هذه الأعمال بعد اختيار القطع بعد أعمال الحفائر يتم تسجيل الطبقات ورسمها وتصويرها قديما كنا نستخدم الرسم والتصوير اليدوي لكن الآن أصبح لدينا تقنيات حديثة أخرى ومنها تقنيات الفوتو جرامتري أو التصوير المساحي أو ما يطلق عليه المساحة التصويرية هذا الفوتو جرامتري مكن من تخفيض وتقليل وقت العمل تحت الماء والحصول على نتائج أكثر دقة فبعد تكم التصوير يتم إدخاله على برامج كومبيوتر برامج حاسوبية معينة نستطيع من خلالها معالجة هذه الصور والحصول على المسافات والقياسات بدقة متناهية بل وعمل نماذج ثلاثية الأبعاد منها وأخيرا نستطيع أن نعمل أيضا ما يسمى بالزيارات الافتراضية أو الواقع الافتراضي لهذه المواقع يلي هذا العمل بعد التصوير والتسجيل والتوثيق تحت الماء نختار القطع الأثرية التي يجب علينا انتشالها ورفعها وبخاصة القطع الأثرية الصغيرة لماذا؟ فهناك بعض القطع الصغيرة سهل أن تنجرف بواسطة الأمواج والطيارات والطيارات التحتمائية وهناك أيضا يستطيع بعض صائد الكنوز الحصول عليها وسرقاتها وهناك أيضا بعد هذه الخطوة نختار ما يجب علينا رفعه وانتشاله القطع الصغيرة نستطيع انتشالها إما بالبلون صغير بحسب الحجم والوزن والكتلة لهذه القطعة أو القطعة الصغيرة ممن الممكن أن يتم استخراجها في حقيبة يمسئ بيد القواص الأثرية بعد هذه الخطوة بعد الانتشال لا يترك الأثر في الهواء بل يجب أن يتم وضعه في أحواض بها ماء هي من نفس ماء البحر ونفس الماء الذي كان موجود به الأثر قبل انتشاله لماذا؟ لأننا لو استخرجنا الأثر وغيرنا طبيعته سيتم تهشيم أو كسر الأثر مباشرة بحسب طبيعة المادة ولكننا نأخذه إلى أحواض نضع بها نفس الماء ويبدأ التقليل ملوحة هذا الماء تدريجيا حتى يتخلط الأثر من حبيبات الملح الموجودة به بشكل نهائي تلي هذه العملية عملية القيام بإجراءات الترميم الاعتيادية إذا كان هناك كسر يتم ترميمه إذا كان هناك ألوان يتم ترميمها وهكذا يأتي بعدها خطوة الانتقال بهذه القطع الأثرية إلى المخازن أو المتاحف لعرضها ودراستها ومن ثم نشرها نشرا علميا في الدوريات العلمية المتخصصة ترجمة نانسي قنقر شكرا